دكتور محمد وعنوان الابتكار اللي حضرتك قدمته الأغلفة الزكية للكشف عن جودة وسلامة المنتجات الغذائية والحقيقة أنا بحييك لأنه إحنا عندنا كتير قوي من المنتجات يمكن تلفها بيكون بسبب أن تغلفتها بشكل خاطئ تغلفة بتاعتها يمكن منظومة التعبئة والتغليف هي واحدة من المراحل المهمة جدا في حياة التصنيع الغذائي لأن على أساسها العبوة تحوي وتحمي وتبيع ويمكن مع هذا الابتكار أضيفة وظيفة جديدة للعبوة وهي حماية المستهلك بمعنى آخر أن العبوة أو المادة الغذائية اللي جوه العبوة أنا كمستهلك أنا مش شايفها ولا شاممها ولا عارف صلاحيتها إيه بشتري وممكن أكلها أو أشربها بدون أي معلومات سابقة مع هذا الابتكار لا ده بدأ يكشف لي من بره خالص الجودة والحالة بتاعة المنتج الداخلي إيه وموقعه إيه من الإعراب وهل صالح للاستهلاك ولا غير صالح للاستهلاك على سبيل المثال اللحوم يمكن دي أكتر حاجة فيها مشكلة لأن إحنا عندنا لما بنيجي نقسم الفساد بتاع الأغذية بلاقي أن اللحوم بتحتل المرتبة الأولى 30% من الأغذية الفسدة هي عبارة عن اللحوم وده معناه أن تلت غذاء العالم بيفسد بسبب سوء العرض والتداول وعدم التعبئة والتغليف الجيدة من هنا بدأنا نفكر في حل لمنتجات اللحوم واللحوم ومنتجاتها عشان المستهلك البسيط يقدر يكتشف مدى جودتها تمام بدأنا نعمل بداية الاختبارات على اللحوم الفرش وبدأنا نصمم العبوة الذكية اللي هي بتتضمن مستشعر أو بنسميه سينسور تمام السينسور دوه بيبقى عبارة عن مجموعة من الكالر كودين تمام وبيكون السينسور خارج العبوة وفي ويرلس كونيكشن مع المادة الغذائية زي كده فور جزامبل زي الموبايل فون فيه تردد أنا باتصل تليفون بيرين يعني بالشكل ده آه هي نفس القصة إن المادة الغذائية لما بتفسد نتيجة لهذا الفساد فيه بيحصل دي جارديشن يعني إيه دي جارديشن؟ تحلل إن اللحمة فيها عنصرين مهمين قوي البروتين والدهون نتيجة للتلوث بالمايكروبات المرضية أو نتيجة للتلوث بمايكروبات الفساد تمام المايكروبات دي بتبدأ تنشط نتيجة نشطها بيبقى فيه حاجة اسمها السابستريت مادة التفاعل اللي هيشتغل عليها هذا المايكروب تمام فبيبدأ نلاقي حاجتين فيه حاجات بتحلل البروتين مايكروبات بتحلل البروتين فيه مايكروبات بتحلل الدهون طبعا عن طريق الإنزيمات المفرزة من المايكروبات تمام هو الموضوع يعني صعب شوية بالنسبة لغير المتخصصين اللي زي كده بس احنا بنحاول نفهم من الدكتور بنحاول نبسط المعلومة أكتر فنتيجة للمايكرو أرجانيزمز لما بتنشط على المادة الغذائية بتبدأ تقصر البروتين تمام والبروتين ده بيكون من وحدات بنائية اسمها الأحماض الأمينية بيبدأ يكسر الأحماض الأمينية لبعض المركبات الفراجمنس اللي هي الجزائيات الصغيرة قوي إلى أن يوصل إلى مرحلة أن فيه مركبات بتتكسر وبيحصل لها طيران بتطير لأن وزناها الجزائي صغير فلما بيحصل لها تصاعد أو تطاير تمام أنا لو فيه الأوبين إيريا بيشم ريحة طب جوة العبوة هتنتفخ ده اللي بيفسر على أنه فيه بعض المنتجات لما تبوز العلبة تنتفخ وإحنا ما نقولش عافين هي بيحصل لها كده أعضي مركبات نسميها مركبات الفساد بس أنا ما بوصلش لمرحلة الانتفاخ لأن ممكن تكون مادة غذائية تاريخ صلاحيتها قدامه لسه شهر ممكن تفسد النهاردة على رغم أن التاريخ اللي موجود عليها بيقول هتفسد بعد شهر لسوق التغذية لسوق العرض والتداول لأن فيه منتجات غذائية ما ينفعش أعرضها تحت ظروف الجو العادي لا ده لازم أحطها جوة تلاجات طيب السنسور اللي حضرتك عملته ده ده تكلفته قد إيه وهل نقدر نطبقه على أرض الواقع ولا لا لما عملنا دراسة اقتصادية مبسطة ليه هذا السنسور لقنا تكلفته بسيطة جدا جدا بالنسبة لمنتجات اللحوم يمكن إحنا بدأنا بمنتجات اللحوم أو باللحم ومنتجاتها بحكم أن هي أغلى أنواع الأغذية اللي الإنسان بيتناولها على المدار اليومي تمام؟ فبدأنا بيها لقينا أن السنسور ده يكلفني ما بين جنيه وربع إلى جنيه ونص فأنا لما زود عبوة اللحمة أو لما كيلو اللحمة أو كيلو لانشون أو كيلو الباستيرما أو السوسيج يزيد جنيه وربع أو جنيه ونص أنا بالنسبة لي ما عملتش أوفرلود على المنتج لأ ده أنا عملت قيمة مضافة أنا حاملتي المستهلك وحاملتي الشركة وسمع الدولة وسمعت شركة بتنتج منتج بالشكل ده ما أقدرش بكل حال من الأحوال أحافظ عليها إلا تحت ظروف مقيدة يعني اللي حضرتك عملته والابتكار اللي حضرتك عملته ده تم تجربته على مجموعة من المنتجات بالفعل يعني حقيقة عاونت مع شركات بقى معينة علشان تنتج أغلفة بالشكل ده ولا عملت إيه لا إحنا ده وقت في المرحلة الأولية إحنا عملنا الكلام ده عن طاق المعملي بدأنا نجرب على اللحمة على الأسماك على الدواجن وبدأنا نطرحها بنحطها تحت زروف قاسية عشان نشوف الفساد وفيه استجابة لا مش بس وكده ده إحنا عملنا كمان حاجة اسمها التحقق من خلال الاختبارات الروتينية اللي هي اللي الشركات أو المواني أو المطاعم أو الفنادق بتعملها عشان تطمن على حالة المنتج بتاحها أيها المنتجم